سلامة الله اهلا بكم معنا اخواني في هذا الفيديو الجديد على قناة احمد سبور هذا الفيديو سنتقل لهم للقاء الودي المرتقى بيوم 12 يونيو بقلب العاصمة المغربية الرباط الذي سيضر بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الرأس الأخضر كما كان عارفوا بزافة النجوم من المنتخب الوطني في حل الأصداء التي تصنحنا وصلنا إلى 15 ميل اليوم الكوادر المنتخب لا يكون لأنه يمكن أن يجرب لعبين آخرين بعد اللعبة يمكن أن يكون أول الغياب أمين حارث على الدين ونحي السالم أمين لحده بداعي لإصابة ثلاث عناصر جوجل يلعب في مارسيليا واحد يلعب بلد ولي الإسباني كما تظننا لها أن أتفقد القسم الأول وخاين هزمت مع زملاء النصير بثلاثة الأهداف كان صعب جدا ولكن بقى بقى كما تظن نقطة ولا جوجل لم يتقد الخطر بقي عندها أمل تبقى المهم رجوع للموضوع دي هو مقابلة المغرب والرأس الأخضر اللي احنا قلنا كنا نحب دو أننا نلعب معه منتخب اللي قوي على الرأس الأخضر لأننا صبحنا الآن من المنتخبات القوية الذي تحتل المركز الحادي عشر عالميا صعب جدا أنك لن تبقى هذا المركز للأقل تتلع مع المنتخبات قوية أو لن تتلع مع المنتخبات تفوز عليهم ضروري تفوز على الرأس الأخضر لأن الرأس الأخضر الآن يتصنف أو لن تتصنف الرأس الأخضر الآن يتصنف الرأس الأخضر يتصنف 71 عالميا وتنهازم معها مثلا تتلع مع المنتخبات دفاعية وتنهازم مع الرأس الأخضر وان شاء الله وصل نصف نهائي المنتخبات الذي ستصنف 6 شهر ستكون مشكلة كبيرة ولكن لا منتخب الوطني المغريب يبقى منتخب اللي هو قوي في كل اللاعبين وخبز الكوادر ممكن أن ترى هذه المقابلة هذه الرأس الأخضر ولا مقابلة الجنوب إفريقيا ولا في التربص كامل ولكن ممكن أن ترى لاعب آخرين ممكن أن يكونوا كنجوم نحن اليوم في هذا الوديو نتكلم عن الأوراق الرابحة في هذا المقابلة هذا الرأس الأخضر اللي ممكن تدخل على مقاعد الإحتيات وتدخل المقابلة وتبدل أصلا نتيجة المقابلة تقدر تبدل نتيجة المقابلة أمام الرأس الأخضر كما كان عرف نبدأ بلاعب قلب الدفاع اللي ما عمرت نادع له المنتخب الوطني المغربي اللي هو تكون برجيقي وكل لعب أصلا بطولة برجيقية اللي هو اسماعين قندوس اسماعين قندوس كان عنده 25 سنة في السن ما عمره توجهته الدعوة للمنتخب الوطني المغربي بتاتا ومنها توجهته الدعوة كان يؤدي الأداء الكبير صراحة أن اسماعين قندوس أصدق أنه لاعب جيد لاعب جيد لاعب جيد للمنتخب الوطني يكون مستقبلا وعنده فقط 25 سنة سينقل بدفاع بقيله 8-9 سنة أنه يمارس بسهولة تامة خاصة بطولة برجيقية ولقدر يطور نفسه ويخرج بطولة برجيقية هيا نشيئ جامل لكن سيمكني ironically ا grabbed المنائك لا أضعنا للمنطخب الوطني المغربي ح组 للمنطخب الوطني المغربي هو كل سين نادى للمنطخب الوطني المغربي إنه سينتنادى للمنطخب الوطني المغربي لكي نرى المستوى لأنك يبقى لاعب من أصدق اللي كان وصلنا عليه أنه لاعب من اللاعبين المزيانين عمشوا اللاعب آخر اللي يعمل ظاهر أيصر يوهي يحيى عطية الله اللي عنده 27 و 20 سنوك يلاعب في الويداد البيضاء والمغربي يحيى عطية الله كان معنا في المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحركة ظاهر أيصر كان اللاعب نرجح صراحة اللاعب فاق التوقعات اللي كنا كنا نتوقع نحن صراحة فاق اللاعب يعمل جميع المجهودات دياله صراحة اللاعب كبير مجالب الويداد البيضاء صراحة يحيى عطية الله من اللاعب الكيبان ديال المنتخب الوطني المغربي في المونديال البان على على مستوى كبير صراحة في المونديال القطر يبنا نحن مؤهلة كبيرة يحيى عطية الله اللي عنده 27 سنة وكان انه يحترف مشي مونبولي الفرنسي ولكن للأسف شي مشاكل بين الويداد ومونبولي ما خلاتوش كيفاش انه يمشي يحترف في الاراضي الفرنسية كان عاي يكون شيء جامل جدا انه يطور نفسه قبل كأس افريقي اللي بقي اللي حوالي 8 اشهر ولكن كنظر ان عاي التلال العقد في يوم 30 يونيو مع الويداد البيضاء اللي الان كما كان عرف الويداد لابن عصاندو موضوع يوم ساوتوش تعدد بصعفر لميثله بقي اللي نصف نهائي حق جامد كما كان قولنا هرستوش تجردنها مع ميلودي صاندوز في الاراضي الجانب الفريقية وخلال ذلك النتيجة ساعة تركز واسعة تركز للنهائي العصبر بوحد نسبة 95% سيكون مع الأهل المصري اللي فازت القلب تونس بثلاثة الصفر في الداهب او لا ترجع فقط للبطولة اللي قد حتل المركز الثاني براسية ثلاثة وخمسون نقطة بعدها بنقطة واحدة على فريق الجيش الملاكي وكذلك الربع النهائي كأس العاشر يتأشجل كذلك مع الدفاع الحساني الجديد بقلب ملعب العابدي بالجديدة احنا عارف الدفاع الحساني الجديد في البطولة وكتعاني قد حتل المركز 14 و 23 نقطة اذا ما كان ضرش حتى توجدو حد الويداد وحد المنافس اللي هو الصعب والطريق مفرشة بالغلوط كما كان قلوا الوصول الى مواجهة الراجع في الدير بيو وكذلك الراجع اللي كتمر بحد الأوقات صعبة جدا والويداد قادرة بسهولة تامة تفوق على الراجع كذلك وتوصل للنهائي وتواجه إما للفتح الرباطي ولا النهضة البركانية في النسط النهاء الثاني اللي عايكون هذا النسط النهاء الخارق اللي ما تقدرش تشار الشحواش الرباط ولا بركان وخطر الشحات كتبشير الفتح الرباطي منتظر نشوفوا الويداد الفتح الرباطي في ندير كأس العرش المهم نرجع للفيديو بلا الخنس ممكن كذلك يكون ورقة رابحة للمنتخب الوطني المغربي في هذا اللقاء هذا اللي يتحدث مع الرأس الأخضر في قلب العاصمة المغربية الرباطي هناك زكريا بخلا اللاعب سولوز الفرنسي اللاعب صراحة الأخلاق كانت تسبق اللاعب اللاعب كبير صراحة زكريا بخلا من العناصر التابعة داخل اللوائح للرقراقي من الليجا ثلاثة ديال اللوائح التي وجهها للدعوة واليد الرقراقي كان فيها زكريا بخالال اللاعب في الأراضي الفرنسية في تولوز وكانت تسبق في هولندي وكانت تسبق في الكمار الهولندي من اللاعبين الناجحين داخل المنظومة المغربية الشجل هذا في كأس العالم صراحة مع المنتخب المغربي ضد منتخب برجيقة كان هدف رائع صراحة هدف جميل أمام المنتخب برجيقة كان هدف رائع صراحة من أسيس الحكيم زياش إذا زكريا بخلال يدخل في المنظومة الرقراقي صراحة لأن زكريا بخلال بالزفت الكاوضر لا يكونوا شوالك يقضل عاية زكريا بخلال باش يضمن المكان داخل المنظومة المغربية خاصة زكريا بخلال معنويته جد مرتفعة بعد فوزه بكأس فرنسا مع فريق تولوز يدعوني الفرح أن لاعب مغربي عندك يفوز بكأس فرنسا شيء إجابيل جدا أمشون وليد شديرة لعب باري الإيطالي وليد شديرة اللي بقي ما أقدمه مع المنتخب الوطني وحد الأداء اللي هو بزا 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 باقي ما أقدمه ولكن بقي أحد هالوقت اللي قدم المستوى وليد شديرة وهذا مقابل للرأس الأخضر كان صالحا في حالة اللاعب الذي لم يقدمه مستوى المتخب الوطني خاصة في الموديل القطاري فورسلا وعود أن يوصف النساري يكون غائب على هذه المواجهات أن يوصف النساري يكون غائب على هذه المواجهات أن يوصف النساري يكون ماراتوني كما نرى عنده مقابلة يوصف النساري كنتمنى للتصفق يوم الخامس أمام يوبينتوس قلب إيشبيليا يحتاجون الفوز المورور إلى نهائي المواجهات لبيركوزين أو روما إلا تشابي أن نصل إلى مورينيو مورينيو هو الأقرب من المواجهات نرى أن يوصف النساري بين إيشبيليا و روما يكون نهائي صراحة جيدا في المعجر نهائي الكورة الإسبانية والإيطالية يمكن أن نرى كثيرا في الشامبيينس ليج يتوفق قصر ريال مدريد للفوز على السيتي والتأهل لمواجهة السيميلان وكانت الأقربين ونرى أن يوصف ريال مدريد وإنتر ميلان نرى أن يوصف النساري هذا هو الفيديو أخدتي وهذا هو الأوراق الرابحة المنتخب الوطني الخمسة الممكنة في اللقاء